موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية كشف تقرير منظمة الدول المصادرة للنفط أوباك عن تراجع محسوس لمعدل برميل النفط الجزائري الذي قدر خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بـ 54.32$ للبرميل مقابل حوالي 109$ في نفس الفترة لسنة 2014 قراءة في الموضوع في التقرير التالي سجل البرميل الجزائري انخفاضا حادا بفقدانه لأكثر من 50% من قيمته حيث بلغ سعره خلال فيفريا الماضية 58.18$ للبرميل ليتراجع إلى 56.93$ للبرميل في مارس مسجلا نسبة نمو سلبية بـ 1.25% واستفاد برميل النفط الجزائري من علاوة إضافية مقارنة ببرانت بحر الشمال بلغت بالنسبة إلى المعدل 38 سنة مع تدني المعدل العام للنفط الجزائري داخل سلة أوباك أين تفوق عليه كل من نفط مربان الإماراتية بـ 54.78$ للبرميل وابوني لايتا نيجيريا بمعدل 54.55$ واجيراسولا الأنغولية بـ 54.35$ للبرميل في نفس السياق كشف التقرير عن استقرار إيجابي للإنتاج النفطي بالجزائر مشيرا إلى زيادة مستوى الإنتاج بصفة طفيفة إذ بلغ خلال شهر مارس الماضية 1.112 مليون برميل يوميا مقابل 1.110 مليون برميل يوميا ويبقى مستوى الإنتاج النفطي الوطني بعيدا عن المعدل السابق المسجل في 2012 وقدر الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا هذا وبلغ سقف إنتاج منظمة أوباك 30.78 مليون برميل يوميا في مارس مقابل 29.97 مليون برميل يوميا في فبري ما يعكس العودة إلى تسجيل فائضا في الإنتاج الإجمالية للمنظمة يتوقع التقرير أن يزيد الطالب على النفط هذه السنة ب1.17 مليون برميل يوميا صادرا أساسا من الصين والدول الأسيوية بينما يتوقع أن يرتفع العرض بحوالي 1 مليون برميل يوميا منها 0.68 مليون برميل يوميا من الدول غير العضوي في الأوباك في إطار عملية التقهير التي انطلقت في أوت 2012 تم القضاء على أكثر من 65% من الأسواق الموازية عبر الوطن إلى غاية أواخر مارس الفارق حسب ما أفدت به حاصلة لوزارة التجارة فمن إجمالي 1368 سوقا موازيا تم إحصاؤها عبر التراب الوطني قامت المصالح المعنية بالقضاء على 890 سوق موازية أي ما نسبته 65% من هذه الفضاءات إذ ينشط بهذه الأسواق ما مجموعه حوالي 43 متدخل حسب ذات المصدر الذي ذكر أنه تم يعادة إدمج 18942 شخص بأسواق جوارية شرعية للنشاط بنسبة 44% وللحد من هذه الظاهرة التي ما فتئت تتفاقم أطلقت وزارة التجارة برنامجا لإنجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه وكذا 291 سوقا مغطاة و768 سوقا جوارية وهيكلة تجارية أخرى خلال الدورة الاقتصادية الخامسة الجزائرية الألمانية دعا وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب إلى إقامة شراكة استراتيجية بين الجزائر وألمانيا مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يتوفر عليها اقتصاد البلدين تفاصيل أكثر في التقرير التالي بمناسبة اختتام دورة الاقتصادية الخامسة الجزائرية الألمانية التي جرت يومي 15 و 16 أفريل ببرلين أوضح بوشوارب الذي ترأس هذا اللقاء مع نظره الألمانية كتب دولة بالوزراء الاتحاد للاقتصاد والطاقة ماتياز ماخينغ أن الهدف الأساسي المشترك يجب أن يتوجه نحو تجسيد تطلعات وأمال المتعاملين الاقتصاديين لكل البلدين وتثمين الإمكانيات التي يتوفر عليهم اقتصادان من أجل إقامة شراكة مثالية وشراكة استراتيجية وتحويل التواجد الاقتصادية الألمانية في الجزائر إلى استثمارة مباشرة كما عبر الوزير عن ارتجاحه لنوعية التعاون مع الشركاء الألمان خصوصا في الصناعة الميكانيكية التي بدأت نتائجها الأولى في الظهور لاسيما فيرويبة وقسنطينا وإلى تحديد التعاون في القطاعات الأخرى على غرير التعدين والتهديد والصلب والتكنولوجيا والمناجم وتوجت دور الخامسة للأجناء المختلطة الجزائرية الألمانية بالتوقيع على المحظر المتعلق بحاصلة العلاقات التنائية في عدة قطاعات تعاون والمحدد لخريطة طريق المراحل المقبلة والاتفاق على عقد الدورة السادسة للأجنة المختلطة الجزائرية الألمانية سنة 2016 بالجزائر العاصمة هذا وشارك وزير الصناعة والمناجم في افتتاح منتد الأعمال الجزائرية الألمانية حيث شهد هذا الملتقى مشاركة أكثر من 120 متعامل من بينهم 80 ألمان في لقاءات الأعمال المنظمة ضمن ثلاثة ورشة لشراكة الصناعية الطاقة واللوجيستيكة ومرافق الخدمات كما تحدث بوش ورمع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان ونشط ندوة حول فرص الاستثمار في الجزائر بطلب من اتحادية الصناعة الألمانية اختتمت أشغال المنتدى العالمي السابع للمياه الجمعة بعد ستة أيام من النقاش والتبادل باعتماد ورقة طريق دولية لتحسين عملية الحصول على المياه عبر كافة دول المعمورة وشارك في المنتدى السابع للمياه الذي جاء تحت شعار المياه من أجل مستقبلنا أزيد من 30 ألف زائر من 168 بلد كما شرع رؤاسة الوفوس في متابعة نص النقاش لوضع المياه في قلب سياسات التنمية المجلس العالمي للمياه ثمن في بيان له الالتزام الرسمي الذي تم التوقيع عليه لأول مرة بالإضافة إلى ذلك فقد تم تسليط الضوء على الهدف الرئيسي للمنتدى خلال بداية الحدث أين اعتمد الزعام السياسيون والرسميون وأعضاء الحكومة والخبراء من أزيد من 100 بلد بيانا مشتركا يؤكد أهمية المسائل المرتبطة بالمياه ووعد بجهود مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية قامت سلطة والدرائب الإسبانية بتفتيش مكتب المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو في مدريد للمرة الثانية في إطار تحقيق حول تبييد أموال ودى توقيفه لساعة في العاصمة الإسبانية وكان رودريغو الذي ترأس صندوق النقد من 2004 إلى 2007 وقف الجمعة في إطار تحقيق بتهم تبييد أموال واحتيال وإخفاء ممتلكات هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن التحقيق قد يكون مرتبطا بمبلغ قيمته 6.2 مليون يورو دفعه المصرف الاستثماري لزارد ليراتو في 2011 بعد سنوات من عمله لدى المصرف بصفته مستشار نددت الدول الناشئة ضمن مجموعة دول الأربعة والعشرين بشكل مباشر بموقف الولايات المتحدة من إصلاح صندوق النقد الدولي وجاء في بيان لمجموعة الأربعة والعشرين نشر خلال الجمعية نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أن المجموعة تكرر خيبتها العميقة من عدم تحقيق تقدم بشأن تطبيق إصلاح الحصص والتحكيم في صندوق النقد الدولي الذي يقر عام 2010 كما حضت الولايات المتحدة على تصديقه واعتبرت مجموعة الأربعة والعشرين أنه يجب فصل إصلاح الحصص عن إصلاح مجلس إدارة صندوق النقد وهو الجزء الذي يتطلب موفقة من الكونغرس الأمريكي عودة إلى أرض الوطن حيث نظمت شركة مايكروسوفت الجزائر السبت الطبعة الحادية عشر لنهائية كأس التصور التكنولوجي بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال والتي عرفت مشاركة ستة فرق طرح آخر ابتكارتهم يتأهل فريق واحد منهم إلى النهائية المقامة في البحرين جوان المقبل جمل الدين حديد والمتابعة شهدت نهائيات الطبعة الحادية عشر لكأس التخيل التي يقيمت بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال والمنظمة من طرف شركة مايكروسوفت الجزائر مشاركة ستة فرق مكونة من طلبة جزائريين تنافسوا بهدف بلوغ النهائيات العربية لتمثيل الجزائر شهر جوان المقبل بالبحرين حسب ما أوضحه المسؤول عن منصات التطوير بمايكروسوفت الجزائر هي في الحق مسابقة تكنولوجية لجميع الطلبة هنا في الجزائر المفتوحة لجميع الطلبة المتمدرسين في أي جامعة جزائرية عبر كامير القطر الوطني كائن طروا كاتيجوري في هذه المسابقة طلبة يكونوا في رق يشاركوا بالمشاريع التحهم وأضاف ذات المتحدث بأن هذه الكأس ستسمح للطلبة الجزائريين بتفجير طاقتهم والإبداع واختيار مشاريعهم الخاصة قبل ولوج عالم الشغل قدرات هامة يواصل إبداؤها الشباب الجزائري كلما تتاح له الفرصة خاصة في مجال الإختراع بتقديمهم لمشاريع متطورة في مختلف الميادين مشروع المشروع هو مشروع دياغنوسكوب وهو خاص بطب كما يوضح الاسم وهو مكون من ثلاث أطراف أساسيا أولا هناك منصة التي تمكن الأطباء من التعامل مع المرضى وذلك بتحميل مجلدات خاصة بالمرضى وبالتالي بإمكانها أن تعينوا في دياغنوسكوب مع المرضى وأيضا هناك بعض من الخوارزميات التي تسمح بتحديد المرض الموجود عند المرضى فالهدف الرئيسي من المشروع هو أن نقوم بإعانة الأطباء حتى لا يقوم بإخطاء في تحديد المرضى نقوم بإخطاء في تحديد المرضى لتبقى مثل هذه المنافسات عبارة عن فرصة لاكتشاف القرارة ومنحهم الضوء الأخضر لتحقيق مشاريعهم الخاصة التي قد تعود بالفائدة على الوطن إن حسن استغلالها بهذا نختم مشاهدين نشرتنا الاقتصادية لنهار اليوم نشكركم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء إلى اللقاء